اشتركوا في القناة كلها بتدور حول كيف نقدر نعيش بكليتنا مش كأجزاء متفرقة في تناغم مع الناس حوليننا والبيئة الفضول والشغف هو اللي خلاني أبدأ البودكاست وهو اللي يدفعني لاختيار المواضيع وضيوف البودكاست مرة تانية أهلا وسهلا وإن شاء الله تلاقوا شي مفيد في الحلقة وإذا في أي مواضيع تحبوا تسمعوها أو أشخاص تحبوا تسمعوا منهم اتواصلوا معايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا في حلقة جديدة من لنبدأ الحوار أنا منال الدباغ موضوع الحلقة اليوم الوعي الشرائي أو الوعي الاستهلاكي كم مرة بنفكر في الأبعاد الاجتماعية والبيئية للأشياء اللي بنشتريها والسؤال الأهم هل بيجي على بالنا نتساءل الشي اللي إحنا نبقى نشتريه مين سوى كيف سوى وكيف وصلت لنا وبعد ما أنا أشتري مين حيستفيد أو يتضرر في الحلقات السابقة تناولنا موضوع الأكل الخضار والفاكهة والمنتجات العضوية مع هديل وتكلمنا مع نوف أبو راس عن المردود الاجتماعي لبعض المشاريع التجارية اليوم الكلام عن إحنا كيف بنشتري إيش بنشتري وليش هل بيكون في فترة ومساحة ما بين رغبتنا إنه نشتري شي وإنه من جد نشتريه ولا بنفكر نشتريه شي وعلى طول بنشتريه بدون تفكير إنه هل نحتاجه ولا ما نحتاجه هل مفيد ولا غير مفيد أنا زي ناس مرة كتير أشتريت أغراض حطتها في الدولاب أو في الدرج ويمكن استخدمتها مرة واحدة أو ممكن ما عمري استخدمتها من جزم لملابس لأغراض بيت وجلست في الدولاب لغاية ما ربنا هداني وتخلصت منها أو أعطيتها لأحد تاني يستفيد منها أول نقطة أبا أوضحها علشان ما الموضوع يصير كئيب ونقول لا خلاص إحنا ما حنشتري ولا شي والأشياء اللي حشتريها حتسبب نهاية العالم مبدأ أتعلمت من دانيل جولدمن من كتابه Ecological Intelligence دانيل كان عنده جملة أو مقولة ترددت كتير في الكتاب هي Know your impact Favor improvement and share what you know أعرف إيش المردود من الفعل حاول التحسين دائما وشارك الناس باللي تعرفوا وهو هادي الفكرة اللي اليوم بدي أطرحها كيف إنه نحاول نعمل أفضل كل مرة حتى لو إنها واحد في المية أفضل ونسعى للتغيير ونسعى للتطور الكلام اليوم هدفه إنه نفكر نشوف إيش إحنا نقدر نسافه ووي مش إنه نلوم نفسنا أو نقوم نقول خلاص أنا ما حشتري ولا شي ولازم نسير كلنا مني مليست وحتى لو أنا نفسي أشتري شي المفروض ما أشتري أو كمان النقطة الأهم إنه نبدأ نعترض ونطلق أحكام على الناس اللي بيشتروا أكتر أو بيشتروا بلاستيك أو بيشتروا منتجات غير عضوية أو 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 لأنه مرة من السهل إنه نركز على نقطة واحدة بسيطة ونحاول إنه نخلي كل الناس اللي حولينا يسوها لأنه في النهاية إحنا عايشين في عالم غير مثالي وحنتطر نشتري أشياء مع إنه عارفين إنها مضرة بالبيئة يمكن حتى مضرة لنا لكن المهم إنه يكون عندنا رغبة في التطور موضوع البلاستيك موضوع مرة كبير وناس كثيرة تكلموا فيه وفيه طرق مرة كبيرة ومر كتير إنه نعالج المشكلة هادي مهما حاولت إنه ما أستخدم بلاستيك هاستخدم بلاستيك إذا حياتي عادية زي أغلبنا هاضطر إنه أشتري أشياء من سوبر ماركت مغلفة في بلاستيك هاضطر إنه أروح أشتري ملابس محطوطة في بلاستيك ففكرة إنه ما عم رح أشتري بلاستيك بالنسبة ليه فكرة غير منطقية منها مو معناته أقول خلاص انتهى الموضوع وهو العالم غير مثالي لا أشوف أنا إيش أقدر أسوي أروح السوبر ماركت أاخد أكياسي القماش ولا اللي أقدر عيد استخدامها لو نسيت أكياسي أقدر استخدم صناديق من السوبر ماركت أحط فيها الأغراض بس هذا الشي اللي أنا منال قدرت أسوي مو كل شخص هيكون سهل بالنسبة له إنه ياخد أكياس لسوبر ماركت بس ممكن إنه يقلل استخدام البلاستيك في جهة تانية البلاستيك مجرد مثل لإنه الجميع الآن يعرف بأضرار البلاستيك وسمعنا عنها كتير لكن كمان الشي اللي إنكن غايب عن أذهان الكتير إنه إيش الطريقة اللي بتتصنع فيها الأشياء البروسس وخاصة الملابس إيش الوضع الاجتماعي والمادي للناس اللي بيشتغلوا في أماكن ودول فقيرة جدا علشان تسوي الأشياء هادي اللي إحنا بنشتريها وبنشتريها نقول ممتاز مرة رخيصة ونستخدمها مرة مرتين ونرميها الاستهلاك هو إنه نستهلك الشي بدون ما نكون مركزين أو وعيين إيش الجوانب حقتها ليش بدل ما نشتري شي واحد نقدر نستخدمه عشر سنين نشتري عشرين شي ونرميهم كل بعد شوية إيش الأثر؟ إيش الشي اللي بيصير؟ هل إحنا بنسوي هذا الشي في كل مشترياتنا؟ مرة تانية حرجع عيد مش معناته إنه إحنا نبغى نسوي شي كويس معناته لازم نسويه في كل جوانب الحياة ونضغط على نفسنا ونضغط على الناس اللي حولينا هي مجرد نفكر ونشوف إيش الأشياء المهمة اللهي أنا في شي عندي مهم وأحبه ويديني مردود إيجابي وأحب أسويه وبصراحة ماني قادرة وما عندي استعدادة تخلى عنه طيب فاين إيش في شي تاني غير مهم الواحد يسويه؟ أنا بصر لفترة وأنا بأحاول أقلل من استخدماتي وبيقلل من استهلاكاتي مثلاً لما أولادي كانوا صغار فكرة تغليف الهدايا كانت يعني ما لها أي لزمة صراحة الأولاد بيجوا يشققوا الأوراق والأوراق بتصير زبالة ليش؟ كنت أطلب من الأمهات إنه ما يغلفوا الهدايا لما يجيبوها وأنا ما أغلف الهدايا وأوديها زي ما هي لأنه العيال ما هم مجايبين خبر الورقة التغليف يبغوا الهدية في شخص تاني واحدة تاني أعرفها تغلف الهدايا برسومات بأوراق بتعيد استخدامها بتغلف بيها الهدايا ليش لا؟ إذا أنا مرة عندي مرة نفسي إنه الهدية تكون مغلفة ما بقول لا تغلي فيه بقول خلينا نشوف شي تاني تقدر تستغني عنه عندي أنا البلونز البلونات تيجيب لي شوية جيب لي العصبي يعني أحس إنه ما هلأ لزمة بس مرة تانية ممكن أحد تاني يكون مرحب البلونات إيش من الأشياء اللي الواحد بيستخدمها بدون تفكير نقدر نتخلى عنه؟ هو هذا السؤال اللي أبغاكم ترجعوا تسمعوا وترجعوا تفكيروا فيه إيش من الأشياء اللي أنا بأستخدمها أقدر أستغنى عنها وما هي شي مهم بس حد خليني أقلل من استهلاك الأشياء اللي لها مردود بيئي إنه حتزود الزبالة أو حتكون لها مردود اجتماعي إنه الناس اللي بيسووا هذه الأشياء حالتهم بتكون جدا سيئة وما بياخدوا حقهم من هذه المشتروات قبل ثلاثة سنوات قلت خليني أعمل تجربة قررت إنه في سنة ما حأشتري ولا شي ما حأشتري إلا إذا كان جدا جدا ضروري وطبعا المشتروات الخاصة بيها مش للبيت، مش لأولادي، مش للناس اللي حواليها ثاني شهر كان في بداية السنة القرار هذا جات بناسبة وقررت وكان لازم إنه ألبس شي ما هو عندي فأول فكرة جاتني أو لازم أنزل السوق لازم أشتري هذا الشي بعدين توقفت لحظة لإنه قررت إني ما حأشتري وما حنزل السوق قلت خلينا يشوف إذا في أحد أعرفه عنده هذا الشي ويقدر يساعدني كلمت صاحبتي، قلت لها عندك هذا الشي أنا أحتاجه وأنا ما أبغى أشتري قالت لي أيوة أرسلك هو إذا نابس بك أستخدمي فلقيت أوه إحنا على طول تفكيري بروح إنه أشتري هذه الحادثة خلتني أرجع عيد التفكير خلينا أشوف كيف أقدر أحصل الشي اللي أنا أبغى إذا كنت محتاجته بطرق تانية غير إنه أشتري شي جديد فسرت أسأل إذا أحد عنده هذا الشي إذا في مثلا مكان يبيع الشي هذا مستخدم وألاقي حل إذا أضطر إذا تقفلت كل الطرق وكان لازم أشتري هذا الشي في سناتها رحنا على سفاعي في كينيا وكان لازم أشتري لا يكرمكم جزمة تنفع للمكان ما قدرت أشتريها من مكان مستخدم ما أقدر أستلفها من أحد قررت خلاص لازم أشتريها حاولت أبحث عن الشركات اللي الطرق تصنيعها فيها شوية اهتمام بالبيئة وبالمجتمع قدرت الإمكان وروحت أشتريتها فما عدت السنة كلها وما أشتريت ولا شي بس كان الأشياء اللي أشتريتها الجديدة أشياء جدا معدودة والحلو أنه لما بدأت أفكر بهذا الأسلوب لقيت أنه أوه هذا الشخص عنده شي ما بيستخدمه أعطاني هو أقلي بيما أنك ما تبقى تشتري أنا ما أحتاجه في سبل كتير قدرت أحصل الشي اللي أنا أبغى من غير ما أشتري شي جديد من غير ما أزود زبالة أتعلمت من التجربة هادي مرة كتير وبس كانت سنة واحدة السنة اللي بعدها رجعت أشتريت الأشياء اللي كنت أحتاجها بس ما كانت ضرورية هاديك السنة وما زلت دي الأيام بأشتري بس كانت هي مجرد وقفة للتفكير هاديك السنة كمان العيد جاء طبعا دائما العيد إحنا حب نلبس جديد سنن واحد نلبس جديد ونبدأ نروح نشتري أشياء كتير مرة تانية وقفت لقيت أنه طب أنا إيش أسوي ده حين قررت إني أنا ما أشتري ولا شي السنة هادي إيش أقدر أسوي رحت سويت شوپنج في دولابي فتحت دولابي قعدت أطالع في الأشياء طلعت كل الملابس لقيت أشياء لسه بالتاغ جديدة في دولابي ولبسته للعيد سويت شوپنج في دولابي وأنا متأكدة إنه لو كل واحدة بتسمعنا أو الغالبية أندلس إنها اللي بتسمعين من الأشخاص اللي minimalist وما تشتري كملابس كتير حتروح وتلاقوا في الدولاب شي ما لبستو من زمان احتمال كبير يكون لسه بالتاغ وقاعد في الدولاب فرحت عيت من دولابي بس علشان أثبت لنفسي أولاً وأخيراً إنه ما أحتاج أشتري شي الآن عندي نية ورغبة إنه بعد فترة كل ملابسي تكون جاية من مصادر تعتني بالبيئة وتعتني بالحالة الاجتماعية للناس اللي سووها في شركات كتير Fairtrade اللي هو التجارة العادلة بتسوي شيء مرة كتير بس للأسف ما هي موجودة عندنا هنا في البلد بصورة كبيرة صار لما بأسافر وبعمل شوپنج أروح أدور في المحلات في البلدان اللي بأزورها على المحلات اللي Fairtrade اللي عندها تجارة عادلة أبحث عن الشركات اللي ليها عناية بهذا المواضيع وعندها شفافية في supply chain حقها في application اسمها Good On You هادي الـ reference حقتي لقبل ما أشتري أي شيء تعمل ranking لكتير من المشتروات خاصة الملابس والواحد يقدر يوح يشوف الشركات الأفضل وكيف بتعتني وإيش مردودة هالاجتماعي والبيئي فهادي لسا إن شاء الله قدامي كم سنة لأنه أول شيء ما بدي أرمي الملابس اللي أصلاً كانت عندي وبس أشتري شيء جديد وما هي موجودة متوفرة هذه الأشياء فقبل ما تبدأوا تشتروا شوفوا الشركات اللي موجودة اللي موجودة محلياً عندنا learn and favor improvement زي ما دانيل جولدمن سعى قال هادي الشركة والله ليها مجهودات وبتحاول تحافظ على البيئة خليني أشتريها خليني أشتري من عندهم خليني أدعمهم الشركة لأ معروف أو مشكوك في مصادرها لأ بلاش في نهاية الموضوع القوة الشرائية عند المستهلك عندنا إحنا اللي إحنا بنشتري لما نيجي نقول هادي المحلات إحنا ما حنشتري منها حنقاطعها علشان تصرفاتها الغير إنسانية الشركة حتبدأ تعدل من سياساتها حتعدل من الامباكت حقها حتدي تعويضات للناس اللي تضرروا غصباً عنهم لأنهم يبغوا يستمروا وهذا الشيء إحنا بنشوفه مرة كتير وفيه شركات مر معروفة وجداً سياساتها رائعة باتيغونيا واحدة منهم كتير مننا يعرف تامز اللي بنشتري شيء ونفس الشيء بيروح لأحد محتاج الحمد لله جوجل يعني خلى الموضوع مرة سهل أبحثوا أنا الماركة هادي اللي أنا أحبها كيف سياساتها هل أقدر اتواصل معهم أقول لهم ترى أنا ما حاستخدم أشيائكم إذا سياساتكم ما تعدلت هل أقدر أروح أستخدمها أستخدم شيء تاني وهي هذه النقطة اللي زي ما قلت من بداية الحلقة وحعيدها هذا حين في الختام إنه نفكر نعطي مساحة إحنا إيش بنشتري هل نحتاجه هل نقدر نستغني عنه إذا نبغى نشتري هل نقدر نلاقي مصدر أفضل لهذه الأشياء الريسورسز الطرق اللي نقدر نعرف عنها سارت الآن موجودة زي الأبل اللي قلتها جود عن يو هحط المصادر هذي كلها في النوتس حقا الحلقة في شركات إثبات إنه الشركات هذي شركات جيدة زي لما إحنا بنشوف الأورغانيك برودكتس والشركات الأشياء العضوية عليها ختم الجودة أو ختم الزراعة العضوية في نفس الشيء بالنسبة للقطن العضوي في أشياء حقا الفير تريد إثبات التجارة العادلة في شركات زي بي كوبراشنز هي شركة لإطلاق الإثبات هذا اسمه بي بينيفيت تعتمد على تقييم هالشركات من ناحية الربح المادي والمردود الاجتماعي والمردود البيئي تعتمد على الفينانشل رترن امبارمنتل امباكت وصوشل امباكت أعرفوا تفكروا دوروا اختاروا الأفضل حتى لو ما قدرتوا انكم دائما تسوي الأفضل بعليش الموضوع جدا صعب بس أبدأوا شكرا جزيلا على استماعكم وإن شاء الله تكون الموضوع ملهم إذا في أي أسئلة أو استفسارات تواصلوا معايا خبروني وإن شاء الله كل أحد فينا وإنا متأكدة كل أحد فينا يقدر يسوي شيء حتى لو بسيط في اليوم في الأسبوع في الشهر في السنة علشان لصير أفضل وتصير الحياة أسهل وبصورة أفضل لنا وللناس التعنيين ومن غير زبالة شكرا ترجمة نانسي قنقر